أصدرت مديرية الأمن العام وبالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية تعليمات جديدة ومفصلة تبين لمرتبات الأمن العام أليات العمل حسب قانون منع الجرائم وتعليمات الإعادة إلى المراكز الأمنية والتحويل للحكام الإداري إلى التفاصيل مجموعة من التعليمات الجديدة التي أصدرتها مديرية الأمن العام وبالتنسيق مع وزارة الداخلية للإعادة للمراكز الأمنية والتحويل للحكام الإداريين بما يتوافق مع القانون وذلك بتأكيد من مدير الأمن العام بتشكيل لجنة خاصة لدراسة كل ما ورد لمدرية الأمن العام ووزارة الداخلية من شكاوي وملاحظات حول التوسع في تطبيق تعليمات الإعادة للمراكز الأمنية والتحويل للحكام الإداريين بهدف وضع تصورات وتعليمات واضحة ومحددة تنظم آليات العمل حسب قانون منع الجرائم وما يسبقها من إجراءات شرطية لمنع الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات إضافة إلى تطبيق القانون على الجميع دون تحيز أو تمييز وخلصت اللجنة المشكلة مع وزارة الداخلية لوضع أسس وتعليمات واضحة تحدد وعلى سبيل الحصر الحالات التي يتم فيها إعادة أطراف القضايا إلى المراكز الأمنية وتحويلهم للحكام الإداريين وفق أضيق الحدود وبالتسلسل المتدرج بحسب طبيعة الشخص والقضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والذي تبدأ من الكفالة المالية ثم الكفالة العدلية ثم وضع الشخص تحت رقابة الشرطة في الإقامة الجبرية توصيات اللجنة تهدف لمنع أي تجاوز أو تعدي على حريات المواطنين دون أي سند قانوني وأن تتوافق تلك الإجراءات واستراتيجية الأمن العام مع أهدافه التي تتمثل بحماية الأرواح والممتلكات وتقديم الخدمة الأمنية المثلة للأخوة المواطنين والحفاظ على حقوقهم